تصروا على البلجيكا، على اسبانيا، على البرتغال وأيضاً خرجوا من مجموعة صعبة في دور المجموعات وهذا يخبرنا أيضاً بجودة هذا الفريق وبروحه سواء على أرض الملعب أو خارجة أعتقد أنهم سيكونون خصماً صعباً غد وأعتقد أيضاً بالنسبة لنا سيكون أغلب المشجعات والمشجعين ضدنا ولكننا مستعدون لكل شيء نحن مركزون هادئون وقمنا بتحليل الخصم وطريقة لعبه جيداً لكي نبدي استعدانا غداً ولكي أيضاً نرفع من أدائنا ولنكون جديرين بنصف نهائي كأس العالم